المخاطر والتحديات والمشاكل والصعبات والوسائل التواصل الاجتماعي اللي خلت المصايب بدمان على السطح خلت الأمهات تخاف أكتر أنا أندمج معيالي قبل ما أخاف يعني أخش في دايرتهم حلوة أخش في دايرتهم إزاي بقى؟ أخش في الدايرة يعني مين أصحابك؟ طب أعزمهم مرة في البيت بس مش بتحقيق مش بتحقيق يعني أعرف أنا أعرف مين أصحابك وأشايف وأحط في بنتي أو ابني حتت إن أنا العين اللي تشوف الصح والخلط ربنا نفسه عمل كده قال له بس أنا عطتك طريقين الخير والحياة والموت أسلك في الحياة لكي تحيا ربنا نفسه إدانا لاختيارات أنا ديتك داية ابني الصح والخلط تعالي نمشي في دا طب في دا هتلاقي فيه طريق داية واتلاقي فيه صعبات واتلاقي فيه طب أنا لو ابني أنا اتجرح من أصحابه تعرفي أنا ممكن أمهيت بالتسلط بتاعي يتفيه حتى الجرح إيه يعني يا ابني اللعب إيه يعني ما أنا قلتلك إنت أقعد بس جنبي كده وأنا أكلك وشربك وأنا لا أفسحك وأنا لا أكبرك لا دا مرض مرض اندمج مع ولادك اندمج حب أولا ما الأم تبقى مع ابنها وبنتها في الحكاية يعني تندمج لا تتسلط يعني مثلا السن اللي هو بتاع سن المراهقة دا سن سن سنوي وإعدادي لما البنت بيكون لها أفكار دايما الولاد في السن دا أفكارهم بتبقى جامحة شوية يعني ما بيبقوش بتبقاش الأفكار منطقية في أمهات بتجاري بناتها لأنها عايزة تسمع يا جواها إيه بتفكر في إيه وتصوب لها أفكارها وفي أمهات أول ما بتسمع إنه البنت بتفكر والشاب يتقلب بتبتدي تزعق البنت بتخاف منها تقول لا أنا اللي أقولهولك صح هو اللي تعمليه أنا أعرف أكتر منك وأنا كنت عايشة السن بتاعك وعارف إن الكل اللي بيحصل ده لعب عيالك فتبتدي تتفه من مشاكلها ومن مشاعرها فالبنت تنصرف عنها تماما بتسمع من بره أكتر بالضبط إحنا بنعمل كده من باب الخوف لكن ده غلط فالنهاردة قدسك يعني أتمنى قبل ما نخرج لفاصل نأكد قوي على فكرة سن المراهقة دا لأنه كوارث بتحصل بعد السن دا أنا سمعت الدكتور قبل كده قال خلي بالك من ملامحة كنت بتسمع أولادك حتى في الاعتراف لما حد يجي يقولي خطيئة صعبة هقولك برضو على حاجة حصلت في حياتي برضو أنا مرة في سن المراهقة دا بيحصل لنا أفكار صعبة جدا رحت المرة لابونا وبحكي له الأفكار دي أنا إيه اللي خوفني بعد كده قعدت فترة مروحش لابونا دا فترة ملامحه أول ما قلت له الأفكار أنت شماس وتعمل كده فلوش فأنا قعدت باقي أحور عليه كده في الكلام عشان أطلع من حدة دي فساعات الأم تسمع أنت إزاي تعملي لا توقعي توقعي الضعف توقعي المشكلة توقعي الحياة دي ما أنت هتمر بيها لكن أنا بنتي أحسن بنت وأوقات للأسف للأسف تلاقي أمهات دي يقولوا إيه يعني أنا إيه يعني ابني يشرب سجارة بس قدامي ولا أبوه ده بقى ماشي ده لا بيخاف ولا بيحب ولا الأب والأبن والبنت بيبقى عندهم هبة لأبوهم أمهم الهبة بتيجي من الحب والاحتضام يعني فكرة أنه يعمل الغلط قدامي حسن ما يعمله من ورايا دي نظره غلط لما نجي للأمة مثلا أقول لها خلي بالك من لبس بنتك يا بون أنا بنتي متربية أحسن تربية ما تشوف بنتي فيقول لأ اسمعي لكن في واحدة تانية أقول لها خلي بالك اللي أنت بتعملها بنتك ده يعني ممكن نقول حاجة بس مش عارفها تطول ولا لأ عارفة لما بنلاقي حاجة بنفرح بيها أوه على الفيس تلاقي أم ملبسة ابنها لبس كهن ولبس رهب ولبس رهبة تعرفي أن ده لو ما تعملش بتعليم واحتواء صح إيه طلع ناس مرضى أولاد مرضى إنهم حطوهم في الكارير ده في الشكل ده حملتهم أثقال فوق سنهم الله وانت رهبة جميلة فتعيش إنها رهبة خلي بالك خلي بالك بنتك مش رهبة ولا هي عايشة في ديرك وده برضو نوع من أنواع التصالب إن أنا حددت لهم مستقبلهم وشكل حياتهم وشكلك حلو كده بالضبط وانا مش مدركة قدرات ابن